السلام عليكم لماذا يجب عليك تضيب أمورك المالية وأن تكتسب المهارات التي تجعلك قادرة على التحكم بمصرفاتك ونفقاتك اليومية كيف يمكن لك أن تعيش مثل باقي الناس في راحة واستقرار مادي وتنعم بالرخاء الاقتصادي وأن تتدخل بسهولة إذا أحببت تعرف على هذه الإجابات فعليك الانتظار بعد هذا الفصل أن نستعرض مع بعض أهم التقنيات والمهارات والطرق التي تساعدك على تحقيق ذلك أهلا وسهلا بكم جدا أعزائي المشاهدين أحب أن أذكركم بداية بالاشتراك في قناتي وضغط على زر الجرس لأصلكم كل جديد وما تنسوا مشاهدة البرامج والحلقات المجانية والكورسات التي نرفعها على قناتي التي تستفيد ويستفيد غيرك من الناس وأن تعمل على نصر القيمة والعلم والمعرفة وأحب أن أذكركم أيضا بالبرنامج الإرشادي يطور ذاتك طور حياتك طبعا أنا هحط لحضراتكم اللينك أو الرابط في وصف